بحث أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مع الدكتور جورج شتيرفير رايد سفير النمسا بالقاهرة والوفد المصاحب له سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية واستعرض اللقاء محاور عمل المبادرة فضلا عن دورها في دعم وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاسترادية بما يتكامل مع أداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام ضمن رؤية مصر 2030 وأشار أعضاء المبادرة إلى إمكانية تجهيز وفدم رجال أعمال ابدأ للقاء المستثمرين من النمسا لاستعرض فرص التعاون المشترك ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيات الرئيس السيسي بضرورة تعزيز التواصل والتنصيق الدائم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك للتنمية وتطوير الصناعات المصرية وفتح أفاق جديدة لجذب المزيد من الاستمارات الأجنبية شكرا